اهلا بكم مرة اخرى اعزائنا المشاهدين من ستوديو جرا تيفي من برنامجنا الاسبوعي حصارة الاسبوع تحت شعار سنقف امام الابادات الجماعية بنضالنا ومقاومتنا عقدت مظلة مجالس المرأة اليزيدية مؤتمرها الرابع في تاريخ العشرين من تشرين الثاني من العام الحالي وذلك في مدينة لونة الالمانية عقدت مظلة مجالس المرأة اليزيدية مؤتمرها الرابع في تاريخ العشرين من تشرين الثاني من العام الحالي بمشاركة ممثلات عن مجالس وكومينات المرأة اليزيدية وعقد المؤتمر تحت شعار سنقف امام الابادات الجماعية بنضالنا ومقاومتنا وكان التنظيم الزاتي من اهم المواضيع الذي تطرق اليه المؤتمر حيث شدد النقاش على ضرورة عدم ترك امرأة واحدة دون تنظيم وعلى النساء اليزيديات خاصة والمجتمع اليزيدي باكمله تصعيد مقاومتهم على اساس الدفاع عن ديانتهم ارضهم ثقافتهم لغتهم ووجودهم بعد المناقشات وقراءة الرسائل تم انتخاب الادارة الجديدة لمظلة مجالس المرأة اليزيدية حيث تتألف من اسنتين وعشرون عضوة وفي نهاية المؤتمر تم الاعلان عن عدة قرارات وهي كالتالي يجب بزل جهود سياسية ودبلوماسية من اجل وضع استقلالية شنقال والاعتراف بالادارة الزاتية في شنقال يجب تعزيز المشاريع بناء شنقال من جديد مشاريع تحرير المرأة وتوسيع مشاريع الاطفال والشبيبة سننظم انفسنا على اساس امة ديمقراطية ونقوم بعملنا على اساس وعي حرية المرأة والمجتمع وننشأ المشاريع وننظم المرأة والمجتمع على هذا الاساس نحن مظلة المجالس المرأة اليزيدية اننا سنعمل في اطار مرحلة حان وقت الحرية ضد العزل والاحتلال والفاشية وسنقف ضد الابادة الجماعية للمرأة والمجتمع جعل النظام الحدث الرئاسمالية تدمير الحياة الاجتماعية والثقافية والاجتماعية مركزا لها وسننظم انفسنا في كل مجالات حياتنا ضد هذه الهجمات وتزامنا للشعارنا التنظيمي يجب ان لا يبقى امرأة واحدة غير منظمة تكسيف النضال ضد المهر الزواج المتبادل الزواج القسري الزواج القاصرات العنف المنزلي القتل ظاهرة قتل النساء سيتم تعزيز العلاقات مع النساء اللواتي يتعرضن للعنف وسيتم تطوير المشاريع لهن من قبل المجالس والكومينات وسيتم تقديم المساعدة اللازمة يجب تقديم التدريبات الفكرية للكومين والمجالس في اطار النفير العام يجب تقييم كتاب نفش اغال بعنوان سرهلدان الانتفاضة كادات تعليمية في كل كومين بعد انعقات مؤتمرهما الرابع بتاريخ 31 تشرين الاول المنصر ادارة مجلس شنغال خارج الوطن تنتخب رؤسائها المشتركين اجتمعت ادارة مجلس شنغال خارج الوطن بعد عقد مؤتمرها الرابع في مركز الثقافة والتاريخ الايزيدي في مدينة لوني الالمانية حيث قامت ادارة المجلس في اجتماعها الاول الذي عقد بعد انتهاء المؤتمر بتقيم شامل لوضعها التنظيمي وبناء على ذلك تم انتخاب كل من بهارجان وخددا شنغال كرئيسين مشتركين جديدين في الرئاسة الجديدة للمجلس كما تم تكليف حج حسن ايضا بالقيام باعمال المجلس في الخارج والجدير بالذكر انعقد المؤتمر الرابع لمجلس شنغال في خارج الوطن بتاريخ 31 تشرين الاول للمنصرم بمشاركة 60 من دوبا في مدينة لوني الالمانية لم يبقى شيء ولم يفعله من تدمير للمواقع الاثرية الى قطع الاشجار المعمرة حيث اقدمت مرتزقة الاحتلال التركي في ناحيتي شرا وبلبلة على قطع نحو 3300 شجرة زيتون معمرة في مقاطعة عفرينة المحتلة لاضافة نقطة اخرى لسجلهم الحافل بالجرائم الارهابية والغير الانسانية افاد مصدر من مقاطعة عفرينة المحتلة لوكالة انباء هاوار بان مرتزقة السلطان المراد التابعة للاحتلال التركي قطعت نحو 100 شجرة زيتون معمرة بشكل جائر عائدة ملكيتها الى سلاس مواطنين من اهل قرية ميدانكي التابعة لناحية شرا وذلك بهدف تحطيبها والاتجار بها في الاسواق وبحسب المصدر نفسه فان المواطنين هم كل من ادريس هورو وليد عثمان علي عثمان وفي السياق ذاته اقدم مرتزقة فيلق الشام على قطع نحو 3000 شجرة زيتون معمرة عائدة ملكيتها الى المواطن عثمة سيدو حسن من اهالي قرية حسنديرا التابعة لناحية بالبلي وفي القرية ذاتها اقدم مستوطنون من اسر مرتزقة جيش الاحفاد على قطع نحو 200 شجرة زيتون معمرة عائدة ملكيتها الى المواطنين محمد حميد سيدو فوزي شيخه وشقيقته مياسة هذا ويواصل الاحتلال التركي ومرتزقته قطع اشجار الزيتون العائدة ملكيتها الى السكان عفرين الاصليين بهدف تغيير معالم المنطقة وتحطيب الاشجار والتجارة بها في 17 كانون الاول دي دسمبر 1999 اختارت الجمعية العامة للامم المتحدة 25 تشرين ثاني نوفمبر يوما لمناهضة العنف ضد المرأة في جميع انحاء العالم واختير هذا اليوم بالتحديد تكريما للاخوات ميرابال اللواتي تم اختيالهن من قبل حكومة بلدهن جمهورية الدومينيكان اصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة في عام 1993 الاعلان العالمي للقضاء على جميع اشكال العنف ضد المرأة والذي حس على بزل كافة الجهود من اجل انهاء هذه الظاهرة التي تعد من اكثر انتهاكات حقوق الانسان انتشارا حول العالم واشار الاعلان الى ضمان حق المرأة في الحياة والمساواة والحرية في القانون وعدم تعرضها للتمييز الجنسي وحمايتها من التعنيف كما طالب جميع الدول بادانة العنف الممارس ضد المرأة وصوغ قوانين لحمايتها بغض النظر عن القيود المجتمعية او الدينية وفي السابعة عشر من كانون الاول ديسمبر بعام 1999 اختارت الجمعية العامة للامم المتحدة الخامس والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر يوما عالميا لمنها الطلع ونفطة المرأة في جميع انحاء العالم واختير هذا اليوم بالتحديد تكريما للاخوات ميرابال اللواتي تم اختيالهن من قبل حكومة بلدهن جمهورية الدومينيكان والشقيقات السلاسة وهن باتريا وماريا ومينيرفا بنات لرجل اعمال مهم في دومينيكان الجزيرة الصغيرة في البحر الكاريبي حيث كان جميع افراد العائلة معارضين للنظام الرئيس روخيو الدكتاتوري في اطار فعاليات ونشاطات حركة حرية المرأة اليزيدية في شنغال بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة نظمت ندوة حوارية في المناطق العربية بهدف توعية المرأة وحثها على النضال للخروج من قفص العبودية والسلطة الذكورية بعد تحرير شنغال أقدمت المرأة اليزيدية على خطوات كبيرة في قضية تحرير المرأة والمجتمع على نهج وفكر وفلسفة قائد الشعوب الحرة عبدالله وجلان حيث أولى خطوات المرأة كانت تأسيس حركة حرية المرأة اليزيدية والتي تسعى وتناضل للتوعية ونشر فكر الأمة الديمقراطية والحياة المشتركة بين الجنسين والمطالبة بحقوق النساء وتضم حركة حرية المرأة اليزيدية المرأة العربية وجميع النساء من المكونات الأخرى في المنطقة وبمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة عقدت الحركة ندوات حوارية في قرية حساويك التابعة لقضاء شنغال ذات الغالبية العربية حيث حضرت الندوة عشرات النساء من المكون العربي كما نعلم بأن بجميع الجهات وأماكن يوجد عنف ضد المرأة بث هذول الثلاثة شون يعني يصاروا مشهورين وحتى بفضلهم صار هذا اليوم هو يوم المناهضة عنف ضد المرأة الأخوات الميرابال وثلاث أخواتها من يومها ولحد الآن لأن هذا الشيء يخص النساء وشون يعني بنضال النساء أصبح هذا اليوم يوم عالمي وخطة اللي يمشوها على النساء موجود بالعالم كله وكل مكان يعني يختلف الشدة مالتهم العنف عليه فنحنا يعني نشوف كل شيء مهم خاصة نحنا كالنساء شون أنه ننطي محاضرات بخصوص هذا اليوم لأن العنف ما مخلف لحد الآن نحنا دورنا كالنساء نحشي عن دورنا كالنساء شنوب هذا يعني أسوأ الشيء هو أنه المرأة هي تقبل على النساء يعني حتى المرأة حسب يومنا هذا متعودين يقولون هذا هو شغلنا هذا هو عملنا هذا هو واجبنا تشوفون هذا الواجب بالنساء بس أنه تطبخ وتبقى بالبيت حتى الأشياء اللي حتى دائما أنه نقول عليها عادات والتقاليد تحت مسيميات العادات والتقاليد نشوف دائما أنه المرأة تمر بأعنف أنواع العنف زواج القاثيرات ننطي على أبسط مثال زواج القاثيرات زين هي بعمر ما مكتملة شون تتزوج ويعني تجيب أطفال تربي أطفال قبل قلنا أنه قبل كانوا ينطوا بزور بس هسا يعني أكو خط على درب الحرية نحنا دا نمشي به بفضل منه بفضل أيدولوجية عبدالله أوجالانا لما نمشينا بالمجتمع مع الرفيقات وشفنا الرفيقات والحرية وهذا يعني قمنا نمارس شوية شوية الحياة بعدها استقرت الحياة أسعدي أنا بالنسبة إلي عن نفسي أنا عندي استعداد أمشي وإنما كان يعني من عيدكي من عند أهلي من عيداني لأني توني فكرت واستوعبت أن الحرية ما بيأحسن منها وأتمنى من خواتي من جميع الإزيدية المسيحية الكردية العربية أن الحرية أن نحن الحريم لازم نتفق يد وحدة ونصير يد وحدة والحرية مو حرية أنه أزلمة ولعل الرجل حرية لنفسنا حرية لنفسنا لحالنا وهذا هو شكرا منظم المكتب هذا التدريب تشان ما عندنا فكر ما نعرف أي شي عن حقوق المرأة ولا نعرف أي شي عن المرأة والمرأة كان عليها ضغوطات كثيرة ومي متحررة أما من دخلنا للتدريب فهمنا أمور كثيرة عندنا المرأة وصار فكرنا واسع وصارت عندنا نقاطة انطاغات كثيرة وعرفنا أنه الإنسان أهم شي يكون جوهره الإنسان بجوهره إذا جوهر نظيف يقدر يحرر نفسه ويحرر المجتمع حيان أمور الدين عرف أن المرأة لازم تكون الطالب بحقوقها ولها حقوق وأنه تكون هي مونصف المجتمع كلها لمجتمع المرأة ندخل بهذا التدريب وهالشي أنه المرأة لازم يكون بس للبيت أنها بس منصير شوية أنها تتزوج يكون عندها بيت وولاده صر ربت أسرة لكن هس علاءة المرأة لازم يكون عندها حق أن يكون عندها إرادة تقدر يعني إذا إذا بالها شي يعني سوي مثلا يعني شي يعني ساعدها سوي لها إرادة لازم يكون حقوق المرأة إنها تطور حياتها إنها تكون فرصة عمل تكون يعني منظمة بيتها منظمة عيلتها منظمة جيرانها محترمة جيرانها محترمة بيتها قبل والله ما تشلنا يعني صراحة مو هل مو هل قد يعني ما تشل عندنا فكر واسع بس أما من صرنا مع الرفيقات صار عندنا فكر واسع فهمنا شو يعني معنى جوهر الإنسان شو يعني معنى فكر الإنسان واخذنا هالشي هذا من فكر القائل بل المرأة هي شرف حالها المرأة لا أخوه يدافع عنها ولا العشيرة كلها تدافع عنها ولا الكرة أرضية كلها تدافع عنها هي تدافع عن نفسها المرأة شرفها بإيدها المدر الاجتماعي اللي يبشع على المون الحرية وقدمونا على قدر القدر قلنا نعرفه قبل بالبيت نكون شي ما نعرف محصورين بالبيت شغلتنا عملتنا البيت هذا قلنا نطلع بوجونا لحد شيء والله وعانى والله وصوانا شات شثيرة وخلانا أبسط مثل احنا والزيدية اتفاق ويد وحده وحين سوانا والله العظيم كل الصفات الزينة به الشفاء العنف والله ظلم ظلم ضد المرأة في الدم نفديك أجلان في الدم نفديك الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي قدم كل خيرات أقليم كردستان إلى الاحتلال التركي تسبب بأزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة أهالي جنوب كردستان منذ مدة وهم كل يوم في الساحات حيث احتشد المئات من الطلاب في تظاهرات عارمة ضد السلطة الحاكمة لكن السلطات قامت بالهجوم على الطلاب المطالبين بحقوقهم ما زالت مظاهرات الطلاب في أقليم كردستان مستمرة وذلك من أجل المطالبة بحقوقهم من سلطة الحزب الديمقراطي الكردستاني حيث هاجمت القوات الأمنية طلاب جامعة السليمانية ما أسفر عن جرح واعتقال عدد منهم استنكر الطلاب الهجوم الذي تعرضوا له وطالبوا بصرف المنح الدراسي لهم هذا وامتنعت سلطة الأقليم التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني عن أعطاء الطلاب منحهم الدراسية منذ العام 2015 وبعدها بدأ الطلاب بمسيرة نحو برلمان الأقليم وأكدوا إن مظاهراتهم لن تتوقف لحين الحصول على كامل مستحقاتهم من المنح الدراسية أبلغت الحكومة الفيدرالية العراقية دولة الاحتلال التركي عن رفضها لبناء سد جزرة في الشمال الكردستان مؤكدة على مخاوفها بالتأثير على إرادات العراق المائية أعلنت وزارة الموارد المائية العراقية تخوفها عن مشروع سد جزرة تركي في شمال كردستان وأثره على إرادة العراق المائية مؤكدة أنها أبلغت أنقرة برفضها بإنشاء السد وقال المتحدث باسم الوزارة علي رادي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية أن الخطورة تكمن في مشروع تركي الجديد وهو إنشاء سد جزرة جنوب سد أليسو وهناك توجد مشاريع زراعية وإروائية بنحو مليون دنم تستهلك كميات كبيرة من المياه وأكد أن وزارة الخارجية العراقية خاطبت تركيا رسميا وأبلغتها رفض العراق بإنشاء سد جزرة لما يسببه من تأثير سلبي كبير على إرادة واستحقاق العراق مشيرا إلى أن المفاوضات مع الجانب الاحتلال التركي مستمرة حيث من المهم جدا الوصول إلى تفاهمات من أجل ضمان الحقوق المائية للعراق وسيؤدي هذا المشروع إلى انعكاسات خطيرة على بيئة العراق وحرمان الكثير من السكان القاطنين على دفاف نهر دجلة حتى من إمدادات مياه الشرب والجدير بالذكر أن دولة الاحتلال التركي ليست المرة الأولى التي تستخدم فيها الماء كسلاح ضد الدول المجاورة لها حيث قامت بقطع المياه عن شمال وشرق سوريا من بلدة علوك المحتلة وإيقاف تدفق المياه إلى أقليم الفرات مما أدى إلى انخفاض كبير في منسوب المياه كما قامت عدة منظمات حقوقية من جانبها بمحاولة الضغط على حكومة الاحتلال التركي للكف عن هذه الممارسات الغير الإنسانية وهذا كان حصادنا لكم في هذا الأسبوع نلتقي بكم في الأسبوع القادم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة